الواحد والعشرون من سبتمبر المحطة الأكثر سواداً في تاريخ اليمن في هذا التاريخ استجمعت قوى الثورة المضادة الداخلية والخارجية كل إمكانياتها لنسف مكتسبات التغيير التي حملها شباب ثورة الحادي عشر من فبراير المجيدة فوق هاماتهم وعلى أجسادهم التي مزقتها الرصاص خلال العشرات من المسيرة السلمية في العاصمة صنعاء ومدن البلاد اجتمع طراف الإنقلاب الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام بقيادة علي عبدالله صالح في ذلك التاريخ من عام 2014 لأول ولآخر مرة لينجزوا الانحراف الأكثر دموية في مسار التاريخ اليمني المعاصر أنجز الطرفان مهمتهما بنصف نجاح ثم تفرق بعد ثلاثة أعوام عجاف من الحرب كانت المواجهة بينهما إحدى الحلقات المميتة لهذه الحرب والتي كتبت النهاية السوداء المناسبة لأحد أبرز زعم هذا الانقلاب خلال الثلاثة الأعوام الأولى من عمر التغيير كان العالم يشهد بكفاءة اليمنين وبإنجازهم السياسي الفريد في الانتقال السلمي ضمن بيئة ملغمة بالتناقضات ومضخمة بالسلاحة وبقي هذا الأمر على حاله إلى أن بدأت غرفة العمليات الإقليمية مهمتها بدءا من مصر في ليبيا ثم اليمن وقبل أن يغير العالم الغربي قناعاته مدفوعا بمخاوف استقلال شعوب المنطقة عبر ديمقراطية تضمن استعادة هويتها واستقلاليتها السياسية والاقتصادية احتل شعار حيادية القوات المسلحة في مواجهة التقدم المسلح للحوثيين وحلف الانقلاب العسكري والخزب والقبل المساحة الأبرز في مواقف السلطة السياسية الذي كانت توزع أدوارها بين تسهيل لمهمة الحوثيين ولعب دور الحكم بينهم وبين خصومهم عبر ما عرفت باللجان الرئاسية لم يكن ذلك سوى إحدى التجليات الواضحة للإملاءات الإقليمية ولتأثير المال السياسي الذي تدفق من الدول المناهضة للربيع العربي ليحدث المعجزة التي انتظرتها هذه الدول بفارغ الصبر تقدم الحوثيون من دماج بعد أن نفذوا أول عملية تهجير قصرية شاملة لسكان بلدة بأكملها وواصلوا حروبهم باتجاه صنعاء مرورا بحاشد وعمران مستخدمين أسلحة الدولة وإمكانية الجيش وخبراته القتالية ودخلوا صنعاء دخولا استعراضيا انفتحت لهم معه كل الأبواب المغلقة وصم ما لهم اتفاق ممهور بتوقيع رئيس الجمهورية وقادة الأحزاب ليكون الغطاء القانوني لانقلاب مكتمل الأركان وليكون كذلك مفتاح صنعاء الذي قدم لميليشيا مسلحة وطائفية على طبق من ذهب كانت المؤامرة هي مقدمة قيلة بـ 21 سبتمبر أما نتائجه فقد كشفت حجم التورط الإقليمي في هذه المؤامرة والثمن المهول الذي يدفع اليوم لاحتواء تداعية السطر المسلح على الدولة اليمنية والذي تحول إلى نجاح غير متوقع لإيران في مقابل الحسابات الكارثية لجيران اليمن التي لا تزال على حالها حتى اللحظة